لحد ما أبقى هو يعني أنه يومي المكتب قفل الباب وراد أنه يعتدي علي فرق كبير بين الرجولة والذكورة فهناك من يحاول إثبات وجوده من خلال ذكورته لكن اللي نشوفه اليوم يعني البعض في مكان العمل ربما يتعرض إلى الناس العاملين وإن كان هو مدير أو لا طبعا هذا الوضع حقيقي وموجود يحتاج إلى محاسبة لكل من يتجرأ التحرش بأي امرأة سواء بالعمل أو بالشارع أو حتى في أي مكان نتمنى أن يكون الرمير هو الرقيب يعني مو شرط تكون القوة قوة القانون هي الرقيب دائما يعني أي تصرف خارج عن المألوف وخارج عن الأخلاق في مكان العمل هو يحتاج إلى ردع لذلك اليوم أدنا قصة من الموصل لشابة يعني تعرضت عدة مرات إلى التحرش بها في أماكن العمل ثلاثة مرات عملت في ثلاث أماكن وتعرضت بشكل متتالي إلى تحرش في أماكن العمل ومن هذه الأماكن ربما لمدة أسبوع واحد كان عملها واضطرت تترك العمل لذلك حنشوف هذه الحالة من الموصل طبعا بالبداية أنا المعيدة الوحيدة للعائلة فاصطرت أن أعمل أنه في سبيل توفير لقمة العيش للعائلة ولأولادي فإعلانات نشرت على الإنترنت أو عن طريق الأصدقاء قدموا لي عمل فرصة عمل حبيت أنه أروح رحت للمقابلة وبالفعل تم قبولي والمدير وافق على أنه أعمل بهاي الشركة استمرت بالعمل تقريبا أقل من أسبوع آخر أيام بيّنت أنه هو نوايا بيّنت ومكشف يعني أكثر أنه من خلال كلامة من خلال صرفات يعني حاول أنه يلمس الزامن جسدي فمن هاي الشغلة صارت أنه قررت خلص أنه أترك العمل وما أتنازل يعني مهما يكون الظرف طبعا دخلت بحال نفسي واكتئاب يعني فوق الظرف اللي أنا بيتعرض لهاي الأمور ومحتاجة أني للمادة بعدين ورا فترة قلت ما يخالف خلي يقلم الغير عمل يعني بالفعل هم دورت على الشغل ولقيت شغل ثاني هذا الشغل كان يعني عن طريق الإنترنت أيضا قدمت على الوظيفة وهم مقابلة صارت ووافق المدير على أنه توظف فظليت أنه استمرت بالعمل لحد ما بيوم من الأيام المدير يعني هاي بعد ما أيضا أنه كان يحاولي لمسني ويسمعني كلام طلب أنه أبقى لنهاية الدوام وأنه عندنا شغل وكذا فأني عرفت نوايا الشنوط طلب أنه يوصلني كثير من مرة بس ما شنت يعني أقبل المرة الأخيرة قال لي أنه أبقى لنهاية الدوام وموظفين طلعوا فأني ما بقيت يعني شلت الغراضة وطلعت وما رجعت للعمل العمل الآخر كان عن طريق يعني أقربائي وكذا فقالوا أنه هذا يعني رجل كبير وكذا أنه يعني راح ترتاحي نوايا بالشغل فقلت أوكي خلي يعني أشتغل بهذا أحسن من الشباب أحسن من الشباب أنه رجال كبير وممكن أنه يشوفني بقيت بنته وكذا يعني ما ممكن أنه يستصير النفس اللي صار قبل هذا الرجال كان أيضا يحاول أنه يلمسني وكذا أهمتش أنت أقول أنه ما معقول يعني رجال كبير وما متقصد يعني بعدين صارت الأمور تزيد عن حدها صار اللمس يعني يعني التحرج جنسي صار علني من اكتشفت هذا الشيء واتيقنت من عنده هذا اليوم هو طلب أنه أبقى لي نهاية الدوام يعني يعني هم تشنت بين اللي هو فعلا هيج وبين اللي ما رجل أنه ممكن أنه أنا دائشك أو هو ما معقول له نفس القبل وبين أنه ما رجل أترك الوظيف أنا صار عندي شكوك أنه ثلاث حالات تكررت ما معقولة ثالث يعني مثل أولاد مو بس هيج إنه ما رجل أترك هذا الشغل لهم يعني يعني رح أظل أدور على حاجة الشغل يعني دست على نفسي وقلت خلي أتحمل يعني ما بلكي هالمرة مو هيج فبقيت فعلا لنهاية الدوام لحد ما أبقى هو يعني آنوا ياب المكتب قفل للباب وراد أنه يعتدي عليها علت صوتي علي وتعصبت ويعني صار جدا عالي بالمكان وهو خوفا من الفضيحة يعني يفتح لي الباب لأنه هددت إذا ما يفتح الباب ممكن أقتب نفسي فخاف من الفضيحة ففتح الباب وحتى يعني قالي لا ترجعين بعد وأني فعلا يعني رحت وأصلا ولا نداريت وعفت الشغل وحاليا قاعدة يعني بسبب هاي الأمور وهذا الاستغلال اللي شفته أبقيت يعني ولا عندي معيل ولا عندي أي شغل اشتركوا في القناة